بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نريد أن نبين كيفية إزالة النجاسة كيف نزيل النجاسة عن الثول عن المكان نعم القسم الأول نجاسة مغلة ونجاسة فيها مشقة قليلة مشقة مغلظة يعني فيها قليل من المشقة من التعب نعم إذا ولغى الكلب من الإناء الكلب لا يمكن أن يشرب إلا بإخراج اللسان ويشرب هكذا فماذا نصنع في الإناء كيف نطهر الإناء إذا أدخل الكلب أكرمكم الله لسانه في الإناء نعم لابد من إراقة كل ما في الإناء من الماء ومر واحدة نضع التراب نغسله بالتراب ثم نقسل الثانية بالماء الثالث الرابع الخامس السادس السابع بالماء نقسل بالماء ثم نريق الماء وهكذا إلى أن تكون سبع مرات الأولى بالتراب الثانية بالماء الثالث الرابع بالماء خامس السادس السابع تتبقى ما تعلق السادس ترديب ما نعلق سبع الله